اهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو بديد ان شاء الله من سلسلة فيديوهات على الكورس بتاعنا انا دكتور محمد لغوشي وان شاء الله النهاردة في الفيديو بتاعنا هنشتغل على اللي هي الانظمة العددية هنشوف كلا الاسئلة اللي ممكن تجيلك حاجات في الامتحان ديبقى شكلها عامل ازاي اه الاسئلة اللي جات في الامتحان السنين اللي فاتت على الجزء ده تتعامل ازاي اه التفكير ماشي ازاي تبطين تتفكر ازاي في السؤال الكلام ده كله احنا خدنا في المحاضرات احنا خدنا اه او اربع انظمة عددية لو نفتكرهم مع بعض كده كان اول نظام عندنا اللي هو او العشري واتفقنا او العشري ده بيستخدم زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة دي كده اسمها ايه السيمبلز او الرموز بتاعة النظام ده اللي بيستخدمها في عمليات بتاعته سواء جامعة او طرح او ضربة او اسمها او عمليات اللي هو التعبير عن الرقم الفلان ده اللي هو النظام العشري الطبيعي الخاص اللي احنا اشتغلناه من ايام ما كنا في المدارس سواء اتدائي او اعدادي او سنوي اه لغاية ما دخلنا ايه اللغاية ما دخلنا الكل ايه طب جميل اتفقنا ان الكلام ده هو بيستخدم كم سيمبل دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يعني عندك عشر رموز وبالتالي قلنا ان النظام ده عندنا حاجة اسمها ايه اسمها البيز هو من بيز كان من بيز عشرة يعني ايه بيز عشرة الاساس عشرة هو بيستخدم عشر رموزي بقى خلاص البيز بتاعه كان عشرة تمام كده تمام وقولنا ان انا لو انا ايه هجمع استخدم اي رمز اجمعه على التاني بجمع الديجل ده زي الديجل ده ويطلع ايه الناتج بتاعه يعني واحد زي اتنين هدين تلاتة طيب اتنين زي الواحد هدين تلاتة تلاتة زي الاتنين هدين خمسة وهكذا لغاية ما نوصل ايه لغاية ما نوصل لاخر ديجل او اكبر ديجل فيه اللي هو التسعة يبقى انا كده بالنسبة لي كنت شغال في خانة مين خانة او خانة الاحد اللي هو يسمها او احد مسلا جمعت اتنين زي تلاتة تمام هيجيني كم هيجيني خمسة في نفس مين في نفس الخانة طيب هاجي اجمع بقى واحد زي تسعة اللي هو اكبر ديجل عندي اللي هو التسعة زي ايه الواحد كنا بنقول بيساوي ايه بيساوي عشرة جات من ايه جات من اين جات واحد زي التسعة ده ده اكبر خانة عندي او اكبر قيمة عندي او اكبر سيمبل عندي يبقى ايه يبقى زيره ومعايا الكري اللي هو معايا الواحد اللي هو ينزل هنا زي ما هو يبقى ده كده الاتفاقنا عليه في عملية ايه في عملية الجمع ان انا ده المبدأ العام بقى في اي آآ او نظام عدد عندك سواء او ما بعده انا باجه اشوف هنا ده اكبر سيمبل عندي يبقى خلاص هاجمع عليه الرقم ده طيب الرقم ده هيجيني ايه لو هو هاجمع واحد بس يبقى زيره ومعايا ايه الكري اللي هو بينزل لي هنا ده اللي هو الواحد ده تمام كده ده كده كان النظام اللي هو ايه اللي هو او السنائي طيب النظام او السنائي ده كان بيستخدم كم رمز ثم رمزين الزيرو والون وبالتالي يبقى البس بتاعه ده كام ايوة تمام البس بتاعه هيطلع كام؟ هيطلع اتنين يعني هو بيستخدم رمزين اتنين بس تمام كده تمام يبقى اي رقم عندي مكون او آآ معموله اللي هو تمثيل بالنظام البايناري او بالنظام السنائي فيبقى انا بالنسبة لي لرقم كله هيبقى مكون من ايه بين الرمزين دول اللي هو زيرو والوان وفاقط فشабатل اكتر من كده. تمام؟ يعني يمكن طلع لكم مسلا رقم بالمنظر ده كده واحد واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو كل ده ايه اهو رقم بس الرقم ده معمول للم عاليم للتمثيل بنظام اللي هيه للنظام السنائي اللي هو مين اللي هو طيب النظام اللي بعد كده قلنا عليه اسمه ايه? اسمه اكتل. اكتل ده معناه ايه? اسماني. اللي هو تمانية. تمام? هيستخدم الرموز من كان من زيرو لحد كان لحد سبعة. يعني زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يعني كده كم سيمبل تمانية? عشان كده بنسميه النظام اسماني. اللي هو اكتل. يبقى البيز بتاعه كام? بقى البيز بتاعه تمانية. صح كده? تمام. طيب النظام الاخير اسمه هكسا ديسمال. هكسا ديسمال ده اللي هو نظام الايه? السادس عشر. فبيستخدم كام رمز من اسمه سادس عشر يبقى كام رمز ستتاشر. زيرو واحد اتنين تلاتة وهكذا لحد كام لحد تسعة. يبقى كده دول كده كام رمز عشر رموز. ما هنستقلن الكلام ده في الدسمال. بعشر رموز. طيب. القيم اللي بعد كده بقى. العشرة امثلها بايه كابيتل. يبقى ده كده ايه كابيتل ده معناه ايه? عشرة. طيب. حزاشر بي كابيتل. اتناشر سي كابيتل. طلاتاشر بي كابيتل. اربعتاشر ايه كابيتل. خمستاشر اف كابيتل. يبقى ده ليه مستخدم كام رمز نظام هكسا ده استخدم ستاشر رمز. يبقى البيز بتاعه كام? البيز بتاعه ستاشر. تمام كده? ده كده ايه? شكل كل نظام. واخدنا في المحاضرة بقى ازاي احول من اي نظام لنظام الايه التاني. تمام? المحاضرة دي مهمة جدا تزاكرها كويس قوي. تمام يعني احنا مسلا نحن بتاني نشتغل اهو عليها ونشتغل شوية تمارين واسئلة عليها. بس لو انت عندك الاساس بتاعك مش مفهوم. محتاج ترجع تاني المحاضرة تاني وبوص عليها تاني وتزاكرها تاني. فلو سمحت المحاضرة دي مهمة لان هي تمثلك الانظام العديدية كلها فما تستهونش بيها وزاكرها كويس من فرق. طبعا نشوف كده الاسئلة اللي جدت عليها الجزء ده في احنا عندنا اللي بيجي على الجزء ده كم نوع من اسئلة يا اما يا اما بمعنى السؤال ممكن يجي لك صح او غلط. السؤال ده هجي لك جملة بالمنظر ده وانت هتقول الجملة دي انا هنا حلل لك الصح بمعنى اننا السؤال لو كان جيه في الامتحانات قال لي كده فيه غلطة لأ انا هنا بقول لك الصح بتاع الجملة كزا. بحيث ان انت لو في حاجة غير الصح ده اكيد تبقى غلط. تمام? فاحنا هنناقش النهاردة المفاهيم الصحيحة او الجمل الصحيحة. لو فيها اي حاجة غلط او في حاجة مخالفة للجملة دي يبقى انت الجمل بتاعتك جيه ايه? لو جدك في الامتحان مخالفة للكلام ده يبقى الكلام ده ايه? يبقى الكلام طيب بيقول لك زابيز اوف ديسمال سيستم ايكوال تن. ده النظام الايه? ديسمال اللي هو العشري. يبقى البيس بتاعه كام? عشرة. ليه? كنه هو بيستخدم سيمبولز زير واحد اتنين تلاتة لحد كام? لحد تسعة. فدول كام سيمبول? عشرة. يبقى البيس بتاعه كام? عشرة. صحي كده? يبقى الديسمال البيس بتاعه كام? عشرة. يبقى الجملة دي جملة ايه? جملة ترو. طيب. بيقول لك زابيز اوف زا بايناري. سيستم ايكوال تو. طب الكلام ده صحة ولا غلط? تعال نشوف. البيناري قلنا بيستخدم كام سيمبول? اتنين. الزير والون. يبقى البيس بتاعه كام? بيس بتاعه اتنين. لانه بيستخدم ايه? اتنين سيمبولز بس. طيب. زابيز اوف اكتل. سيستم ايكوال ايت. احنا قلنا النظام الاكتل او السمائي بيستخدم كام رمز? زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. دول كام رمز. دول تمانية. يبقى البيس بتاعه كام? البيس بتاعه تمانية. يبقى الجملة ديه جملة ايه? جملة ايه? جملة هون. طيب. زابيز اكتل اتفاقنا او نظام السادس عشر يستخدم ايه? برموز زير واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. العشرة بتاعته ايه? اتناشر بي اتناشر سي. اتناشر دي اربعتاشر ايه. خمسة اشر اف. دول كده كام رمز? ستة ستة سبقى البيس بتاعه كام? ستة ستة سبقى الجملة ديه جملة ايه? جملة true. طيب. يقولك يعني يستخدم رموز او خانات. ده نظام ايه? الدسمال. اللي هو الايه العشري. يبقى يستخدم كام سيمبل او كام ديجيت? عشرة. تن. يبقى الجملة ديه جملة ايه? جملة true. يستخدم كمتين بس. يستخدم كمتين بس. اللي هما زيرو والوان. تمام كده? يبقى الجملة ديه برضو جملة ايه? جملة true. زي او نظام السوماني بيستخدم او خانات لتمان قيم. اللي هو زيرو واحد اتنين لحد كان لحد سبعة. فدول كان قيمة تمانية. يبقى الجملة دي جملة ايه? جملة true. السؤال التامن. زي بيستخدم ديجيتس. سكستين بيستخدم خانات لستاشر قيمة. طبعا الجملة ديه جملة true. وليه ما احنا اتفقنا واحد زيرو واحد اتنين تلاتة لحد تسعة. وبعد كده اي بي سي لحد مين لحد الاف. وقلنا ديه كان كل ستاشر. بقى بيستخدم ايه? سكستين. ده الجملة ديه برضو جملة ايه? جملة رو. يبقى انت لو جالك حاجة زي كده في الامتحان هتركز النظام اسمه ايه? والخانة او العدد الديجيتس او عدد السيمبولز بتاعته كام واحد? لو هما زي ما اتفقنا الديسما العشرة البينار اتنين الاكتل تمانية الهكسا ديسما الستاشر. يبقى جملة جملة ايه? جملة true. اي حاجة خلا فتاعا كده يبقى جملة جملة ايه? جملة cool. واتفقنا عدد السيمبولز هو نفس عدد مين? عدد البيز. يعني نفس التن ده هو عدد السيمبولز في الديسما هو هو التن ده هو البيز بتاع الديسما الاتنين هو عدد السيمبولز او عدد في البيناري هو هو نفس الرقم بتاع مين بتاع البيز? الات هو نفس الرقم بتاع الديجيتس في الاكتل هو هو نفس الرقم بتاع مين بتاع البيز? وهكزا بالنسبة للهكسا ديسما سيكستين سيكستين ده هو نفسه البيز هو هو نفس عدد السيمبولز او الديجيتس المستخدمة في مين في الهكسا دسمال سيستم. طيب. تعالى نشوف السؤال ده. السؤال ده مهم بقى. التحويل ما بين الانظمة يا شباب مهم. ركز في التحويل ما بين الانظمة وارجع تاني للمحاضرة. التركيز التحويلات مهمة. بيقول لك تكونفيرت فروم بايناري تو اوكتل بقى. هو عايز يحاول من مين? من بايناري. يعني رقم اللي عندك ده مكتوب بالبايناري اسفر وحيد. عايز يحاوله مين? للشكل الاكتل سيستم. اللي هو نظام الايه? السوماني. اللي هو من كانت من زيرو سبعة. تمام. بيقول لك بقى انت بتعمل جروب يعني بتجمع في تلاتات. من اليمين. بمعنى. يعني مثلا انا افترض. انا عندي رقم بالمنظر ده واحد واحد زيرو. واحد زيرو واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد 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 زيرو. او رقم بايناري اهو وطاولي يعني ايه ايه ان كان متاعه قد دي مش هيفرق معاني. فانا عشان عايز احاول الرقم البايناري ده احاوله لأكتل. احاوله ازاي? بص بقى. بتيجي تاخد اول دول هيمثلو لك اول في مين? في الرقم الاكتل. بعد كده رقم اللي بعده تاني سري. اللي بعده تاني سري. اللي بعده سري. اللي بعده سري. طب ليه يا دكتور انا نحول لتلاتات. تعالي بقى هناخدها واحدة واحدة قبل ما نحل المثال. احنا اتفقنا ان الاكتل من زيرو لحد كان حد سبعة. صح? طيب. السبعة ده مش ده او اكبر قيمة في النظام الاكتل? اهو. طب السبعة دي اقدر امثلها بكم ديجيت بالباناري. السبعة دي لو امثلها امثلها واحد واتنين واربعة واحد واتنين تلاتة واربعة كبه ده كام سبعة. يبقى مسلتها بكم ديجيت بتلاتة. صح? يبقى اكبر سيمبل عندي في النظام الاكتل اقدر امثله بتلاتة بايناري. يبقى لما احاول من بايناري ارجعه للاكتل هعمل ايه? هجمع كل سري ديجيتس بايناري هيمثلولي ديجيت واحد من مين من الاكتل. كل تلاتة من النظام السنائي هيمثلولي واحد من نظام المين الاكتل. وبيشتغل من مين? من اليمين وانا جاي. يبقى من اليمين. تعالا نمشيها واحدة بقى. ده هنا قال لك ايه? قال لك الخانات هنمشيها ازاي? القيمة الاولانية تمثلي الخانة القولة تمثلي القيمة واحد. الخانة التانية تمثلي القيمة اتنين. الخانة اللي بعدها تمثلي القيمة كان اربعة. يبقى واحد اتنين اربعة. واشوف القيمة او الخانة اللي فيها واحد احسب القيمة بتاعتها. يعني هنا واحد في الخانة الاولانية اللي هي مين? اللي هي واحد. يبقى الواحد ده معايب. واحد في الخانة التانية اللي هي ايه? كلمتها 2 يبقى خانة دي معايا يبقى 1 و 2 و 3 هنا فيه 0 يبقى الـ 4 مش معايا يبقى هنا كام أول ديجة 3 طيب تعالي هنا نرجع تاني لنفس الترتيب 1 2 4 الخانة 1 فيها 1 يبقى الـ 1 معايا الخانة 2 فيها 0 يبقى دي مش معايا الخانة 4 فيها 1 يبقى الـ 1 معايا 4 و 1 كام 5 طيب هنا 1 2 4 الخانة 1 فيها 0 مش معايا الخانة 2 فيها 1 يبقى 2 معايا والخانة 4 فيها 1 يبقى إيه يبقى الـ 4 معايا يبقى الـ 4 كام 6 طيب هنا 1 2 4 يبقى الـ 2 1 فيها 1 يبقى معايا الـ 2 عشان فيها 0 مش معايا الـ 4 فيها 1 يبقى معايا 1 و 4 كام 5 هنا 1 2 4 الخانة 1 فيها 1 معايا الخانة 2 فيها واحد. معي يعني خامة ربعة فيها زيرو مش معي. يبقى واحد واثنين كم? كام? كم? يبقى ده الرقم بايه? بالبز كام? بالبيز تمانية او بالبز اقتل. يبقى بالانزام الاقتل او بالبيز كام بالبيز تماني. يبقى لما اجأ حط لك بين قسين وحط لك رقم البيز ده تحت كدة اهزمه رقم الايه للبيز. يبقى لما أبص كده ده 8 يبقى الرقم ده بالايه بال caucus system او الاكتل مان Gates تمام كده يبقى لو هحول من بايناري لأوكتل بجمع كل سري ديجيتس بالبايناري هيمثلولي مين هيمثلولي ديجيت واحد بالأوكتل وهبتدي من مين من يمين تمام كده يبقى جملة دي جملة ايه جملة true طيب يقولك تكونفرت فروم بايناري تو هيكسا ديسمي هعمل جروب للبيتس انفورس اربعات هجمع كل اربع ديجيتس بايناري هيمثلولي ايه هيمثلولي ديجيت واحد بالهكسا ديسميل وهبدأ مين طيب الكلام ده صح ولا غلط تعال نشوف الهكسا ديسميل من زيرو لحد كم لحد اف اف ده معناها ايه معناها رقم خمستاشر خمستاشر بالديسميل صحي كده فالاف ده لو انا عايز امثله بالبيناري لاذا همثله بايه مش خمستاشر اوابت اواحد واثنين ادي كده تلاتة واربعة ادي كده سبعة اه وتمانية يبقى لي كده كام سبعة وتمانية خمستاشر يبقى امثله في كام واحد اتنين تلاتة اربعة وهسلو في رومبعة ديجيتس يبقى انا بالتالي لو هعندي رقم مكتوب بالبيناري وعايز احوله من بايناريا اكسا ديسميل هعمل ايه اعمل او مجموعات من ايه من اربعة ديجيتس من كل اه ديجيتس باينري. ده معنى لو انا عندي واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد وعايز احول رقم ده للهكسا ديسما. هحوله ازاي? هتقول لي سهلة. مش ده مش ده باينري. هتحول لهكسا ديسما. اهه. جمع اعمل مجموعات من اربعة ديجيتس من باينري واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. ودي واحد اتنين تلاتة اربعة. وده كده اتنين بس هنحط له ايه? هنحط له احنا هنزود له كامل صفرين. يعني الاسفار دي نسبالك على الشمال ما بتغساش. تمام كده? تمام. واجه اعمل نفس الترتيب. ايه الترتيب بتاعي? قلنا واحد اتنين اربعة تمانية واحد اتنين اربعة تمانية واحد اتنين اربعة تمانية واحد اتنين اربعة تمانية واده اشوف من يمين الخانة واحد فيها واحد يبقى الواحد معي اتنين فيها زيرو مش معي اربعة فيها واحد معي التمانية فيها واحد معي التمانية واربعة اتنشر وواحد تلتاشر التلاتاشر ده اللي هو كان يمثل لي مين? احنا قلنا الاي عشرة. البي حداشر. السي اتناشر. الدي تلاتاشر. اي بي سي دي. يبقى دي كان تلاتاشر. بقى كده ديجيت دي. طيب هنا الواحد مش معايا عشان فيه صف. الاتنين معايا عشان فيها واحد. الاربعة مش معايا. التمانية معايا. يبقى تمانية واتنين عشرة. العشرة ده اللي هو كان مين? اللي هو الديجيت الاي. طيب هنا الواحد مش معايا. الاتنين مش معايا عشان فيمه صفار معى الاربعة والتمانية. اربعة وتمانية كان اتناشر. الاتناشر ده معناه ايه? ايه عشرة بي حداشر سي اتناشر. ايه بي سي عشرة. انت اتناشر. بعدها كده كده مين? دا هنا كان الواحد مش معى? الاتنين معى والبقى صفار بقى ههي مش معى بعدها كده كان اتنين. يبقى الرقم بتاعي ده? ب ده كده ايه? هكسا ديسيمال نمبر. تمام كده? يبقى ايه? الديس بتاعة كان 16. يبقى انا لو هحول من اي رقم بايناري لرقم هكسا ديسيمال هعمل جروبس من ايه? او مجموعات من ايه? من اربعة ديجيتس من البايناري. وكل اربعة ديجيتس بايناري هيكافقوا ديجيت واحد من من الهجزة بسمك. والترتيب بتاعنا سابت واحد اتنين اربعة تمانين. وابتدأ اشوف الخانة اللي فيها واحد هحسب القيمة بتاعتها. الخانة اللي فيها صفر مش هحسب القيمة بتاعتها. اذا الجملة دي جملة ايه? جملة ايه. طيب. يقول لك كومبيت زفورين. بيديك رقم بالمنظر ده. ويساوي وبينقصين هنا فوق ده. وبيديك هنا ده بيز اتنين وبيديك هنا بيز عشرة. لابد انا عايز نحول من كام? من. البيناري. اتنين. قلنا الترتيب بتاعنا ازاي? هتقول لي سهلة. واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين. ده كده كان مية تمانية وعشرين. تمام كده? تمام. ده هنا ده اتنين قصة صفر واحد اتنين واحد باتنين. اتنين قصة اتنين باربعة. اتنين اه. قصة خمسة باتنين وتلاتينanden والستة باربعة وستين اتنين والسبعة بمية تمانية وعشرين. وابتدأ اشوف من الخنات اللي فيها وحايد واحسبها. قد اتنين وتمانية عشرة عشرة واتنين وتلاتين اتنين واربعين. اتنين واربعين ومية تمانية وعشرين. هيديك كان出يك مية وسبعين. يبقى ده كده ناتج بتاعنا كان مية وسبعين في الأساس كانت لأساس عشرين. الراقم ده كده و الرقم ده كان و الرقم ده يبقى احنا زي ما اتفقنا الرقم بنبص على الاساس او نعرف الرقم ده ده رقم ايه. يعني اهدا كده يعني باين追، ده يعني رقم ايه ده الرقم ده اللي كان ايه اللي كان ما جهول واللي احنا حسب حسب ناس ازاي زي ما اتفعنا. اول خانة واحد كنتها واحد. تاني خانة كنتها اتنين. ثلاثة خانة كنتها اربعة. تمانية. ستاشر. اتنين واترائتين. اربعة وستين. مية تمانية وعشرين. الخانات اللي فيها واحد هحسبها والخانات اللي فيها صغر مش هحسب. تمام كده? تمام. طيب جابك سؤال بالمنظر ده? رقم طويل اول كده بالمنظر ده? ونجي بيز اتنيني. رقم بقى ايه? عايز يحاولوا الايه? بيز تمانية. بيز تمانية ده اللي هو مين? اللي هو الاكتل. تمام? طوالما من الاكتل قلنا هناخد جروبس او مجموعات من ايه? من تلاتات. بقى اجي اجمع هنا. اهو. هاجي اول ديجيت. هاجي تاني ديجيت. او اول جروب تاني جروب. تالت جروب. رابع جروب. خامس جروب. سادس جروب. سابع جروب. واحط هنا كان ايه? وقلنا التبتيب بتاعنا. واحد اتنين اربعة. طيب معايا مين? معايا الواحد والا اربعة. يبقى كده كان خمسة. معايا الواحد لا. معايا الاتنين بس. كده اتنين. معايا واحد والا اربعة. الاتنين مش معايا. بقى كده كان خمسة. هنا الواحد مش معايا الاتنين مش معايا معايا الاربعة. هنا الواحد مش معايا الاتنين معايا الاربعة مش معايا. بعد كده كان اتنين. ده الواحد مش معايا بس معايا الاتنين والا اربعة يبقى كام? ستة. معي هنا الواحد والاتنين اللي هو كام? تلاتة. يبقى نتج النهائي كام? اهو. خمسة اتنين خمسة اربعة اتنين ستة تلاتة. الرقم ده كده ايه? الرقم ده كده صحيح. باي. قال لك تاني ما اديك رقم بالمنظر ده كده. وعايز يحوله من بيز اتنين. يعني اللي بيز كام? ستاشر. يعني ايه? يعني هكس ديس. هتقول لي سهلة. نروح نجمع ايه? من باينار ايه? ليه هعمل كان جروبس او مجموعات من اربعة ده واحد اتنين تلاتة اربعة. معنى كده اول ايه? اول جروب. واحد اتنين تلاتة اربعة. معنى كده واحد اتنين تلاتة اربعة. كده واحد اتنين تلاتة اربعة. معنى كده واحد اتنين تلاتة وحط له ايه? حط له. وابتدي احسن. واتفاني الترتيب ايه? واحد اتنين اربعة تمانية. هنا اللي معايا مين? الواحد لأ? الاتنين لقى التمانية معايا.amin الاربع. هنا واحد معايا. الاتنين لقى الاربعة معايا. التمانية لا الواحد واربعة كام خمس. ده هنا واحد واربعة. خمس. واحد واربعة. كان خمس واحد واربعة كام خمس. يبقى ده الرقم بتاع hospitalized Fair five 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 five. لو غدي برجوا الا موضوع ايه? الموضوع سهل مش صعب. تعال بقى منعكس ده معنى ايه? معنى السؤال بتاعنا ده عايز يحول يديك رقم اهو بالبيز تاني. يعني رقم ايه? رقم عشري. عايز يحولوا انين? بالبيز كان البيز اتنين. اللي برضو سهلة. تسعتاشر ده معناها ايه? معناها اكبر رقم فيه كان هنا. لو احنا جينا نتكلم من خناة احنا قولنا واحد اتنين. انا جينا نبصنا على الرقم كده. واحد اتنين اربع واحد اتنين اربع تمانية ستاشر اتنين وتلاتين. الوقت على كده واحدة واحدة ده هو عملا بين مين ومين? بين الستاشر والاتنين وتلاتين. ب亞 هم اش معاية لان هو ابام التسعتاشر تيبقى واحد هنا. يبقى هم معاية بالستاشر واحد. ستاشر من التسعتاشر تتفضل كامل? تتفضل تلاتة. التلاتة دل هما مين? اللي هيا واحد والاتنين. والخنتين في النص ا coupling ايه? عن طوم صادق. دي بنقول تانية رقم تسعتاشر ده. وهكما بين اتنين ومين? هل انبص على الترتيب. واحد اتنين اربعة تمانية ستتاشر اتنين وتدين. بترتيب قيام الخنات. صح? صح. طب التسعتاشر دي وقع مين ما بين الستاشر وبين الاتنين وتلاتين. ٣كبر من النتماتشون فالخناám دي مش معايا. يا مين؟ معايا الستاشر. دي بحط واحد في خنت الستاشر. تمام كده? اطرح ستاشر من تسعتاشر. اتفضل معايا كان تلاتة. التلاتة دول اقدر مسلهم بقانية خانات الواحد والاتنين. بحط واحد في الواحد وواحد في الاتنين. والبقى احط في ايه? في الصفات. البنات البتاعة يطلع معايا واحد واحد زيرو زيرو واحد. تمام كده? طيب. قال لك نديك رقم بالمنزر ده كده. بالبيز ستاشر. وعايز يحوله يعني بيز اتنين. قلتني سهلة. مش احنا كنا بنجمع لو احاول من الهكسة كنت بجمع كل اربع يمثلوا ديش واحد بالهكس. اه. خلاص اعملها بالعكس. يعني انا عندي الهكسة فكه باربع ديشة وامشي من اليمين برده. البي ده يمثل لي رقم كامي? احنا انتقلنا عشرة. اللي هو مين? اللي هو الايه? البي كام? حداشر. طب الحداشر. اتفعنا هنعملها ازاي? حداشر واقعنا بين اني خانة واني خانة. حداشر دي اكتر من تمانية اهو. احنا الوقت احنا نتفع من تبتيج الخانات ايه? واحد اتنين اربعة تمانية. اهو. طب حداشر. ده بيش اكبر من تمانية اهو. احنا نحط في التمانية واحد. التمانية هترحها من حداشر الفضال لي كان. الفضال لي تلاتة. يبقى التلاتة المسللها ازاي اتفعنا خلاص واحد واتنين. والباقي اللي خانة لفضلة التاسر. يبقى ايه كان اول ايه? اول رقم واحد واحد زير واحد. طيب التسعة. هجي هنا اروح يعملها نفس الترتيب. واحد اتنين اربعة تمانية. تمام. التسعة اكبر من تمانية اهو. احط في التمانية واحدة. اتفضل لك كام? اتفضل لك واحد. احط هنا واحد والباقي ايه? طيب ليه اتنين? اهيه. واحد اتنين اربعة تمانية. مش فيه خانة للاتنين اهو. احطت فيها واحد. والباقي ايه? والباقي اسفل. لباقي ده الرقم اللي ايه? الناتب بتاعك اهو. واحد واحد زير واحد. واحد زير واحد زير واحد زير واحد زير زير. تمام كده? تمام. فنقال لك حول لي بقى من الرقم ده اللي بالبيل ستاشر للاكتل منبرة. ايوة. انفوق بقى نعملها ازاي دي? قلنا بنحط البايناري في النص. يعني بحول من الرقم ده للبايناري. وبعد كده احول من البايناري للاكتل. ليه? لان انا محاول رقم ده للبايناري. فانا بفك كل ديجيت باربعة. وبعد كده هرجع راتبهم تاني. بص الكلمة هرجع راتبهم تاني. واعمل مجموعات من كام? من تلاتات مش من اربعة. عشان احاول من الاكتل. مش الاكتل ده. فانا من البايناري بحاول فاخد كل تلاتة بحاولهم لديجيت واحد من الاكتل تمام? وهنا الهكسة ديسما كل ديجيت من دول يمثل اربعة اه اه انا هفك من ده الديجيت الواحد باربعة وارجع راتبهم تاني. فانا لما فات كده اهو لسه عاملت. تمام كده? تمام. هارجع راتبهم. راتبهم ازاي? اخد التلاتة دول. وبكا ديجيت الاولين. وهكده اخد التلاتة دول. ده الديجيت التاني. وهنا اخد التلاتة دول.米 Children وهنا اخد التلاتة دول. طيب الديجيت في ايه? الاخير. يعني ان تا عندك هن احد واحد زيرو واحد واحد زيرو ماشي. زيروا واحد زيرو بعد كده واحد زيرو زيرو. تمام? تمام. واجه بعد كده اشوف كيمهم. اشوف كيمهم ازاي? انا كنت الخانة الاولانية واحد كنت الخانة التانية اتنين كنت الخانة الاخيرة كان اربعة. صاح اكده? لانهما تلاتة بتشدس بس. يبقى لي واحد معي الاتنين معي. الاربعة مش معي. ببقى واحد واتنين كم? تلاتة. انا واحد واتنين معي واللي ايه والاربعة مش معي. واحد واتنين تلاتة. طب هنا واحد اتنين اربعة. الخانة كام? اتنين. تمام. هنا واحد اتنين اربع. اللي معي مين? من خانة واحد بس. يبقى احنا كده الرقم اللي طالع معي هو تلاتة تلاتة اتنين واحد. ده كده بالنظام اللي هو مين? او الديس كان الديس تمام. الاسئلة بتاعت الجزء ده مش صعبة بس ممكن تلخبط. محتاجة من خريطة ان انت يبقى عندك الاساس كويس. ان انت مذاكر كويس. وتاني حاجة مجرد وشجال بايدك مرة اتنين وتلاتة. وتبقى مركز انت شجال هتحول من انه نظام لانه نظام. يعني من بايناري. لأكتل. ولا من هيكسل اسمها لبايناري ولا من ايه لايه. ونشتغل بنفس او القواعد اللي احنا اتفقنا عليها. وان شاء الله السواق كويس او مترم او فاينال. لو جالك سؤال على الجزء ده في امتحان ان شاء الله هتحله بريحية لو انت زي ما اتفقنا. مذاكر محاضرة كويس. وطبقت بنفس طريقة التفكير اللي احنا اشتغلنا بيها في الفيديو ده. وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب. وهشكركم على حسن ابن تابعة وحسن استماعه وبالتوفيق. واسرام معكم.